من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش إن العالم يواجه تحديات وجودية وفي مقدمتها أزمة المناخ وخلال كلمتي أمام قمة بريكس في جنوب إفريقيا أكد جوتاريش أن التحديات العالمية تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة ومشددا على ضرورة تعزيز هيكالية تعدد الأقطاب وفق القانون الدولي نحن نواجه تحديات وجودية ونعرف أن أزمة المناخ تخرج عن المسار وتزداد المخاطر من حول العالم منها الفقر والمجاعة وانعدام المساواة التي تزداد ونحن نعرف أن ذلك يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة التكنولوجية الجديدة هي تقدم تحذيرات من خلال البنية الاقتصادية الجديدة لا تبكر من التعابل معه والأنفصالات والنزاعات والفرقات الجيوسياسية تتأزم مع تدعيات سلبية ولسيما مع الأثر المترتبة من جراء الحرب الروسية على أوكرانيا نحن نتوجه نحو عالم متعدد الأقطاب وهذه إشارة إيجابية ولكن تعدد الأقطاب بحد ذاته ليس كافيا لضمان عالم عادل ويجب أن نعمل من أجل إحلال السلام والأستقرار يجب أن يتدعم تعدد الأطراف من خلال المؤسسات المتعددة الأقطاب والشاملة ترجمة نانسي قنقر